اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فقلنا ان هو اصل كل هذه الخليقة وبعدين خصصنا الحديث عن ابوة الله بصفة اخص شوية قلنا من من ضمن هذه الخليقة هم البشرية فالله ابو البشرية بصفة اخص من جهة انه هو خالق البشرية ومن جهة انه بقدم رعاية خاصة لهذه البشرية لانه زي من اهل الزاتي في بني ادم فبيعطي رعاية خاصة للبشرية رعاية اكثر من رعايته لكل الخليقة فهو ابو البشرية وبعدين خصصنا ابوة الله بصفة برضو اخصة اكتر قلنا ان الله ابو المؤمنين اللي اخترهم من البشرية هو ابو المؤمنين من جهة اختياره ليهم بالنعمة اللي يبقوا شعب خاص ليه ويرعاهم ويحس بأوجاعهم وينقذهم ويخلصهم من ضيقتهم وهذا المفهوم ابتدأ في العهد القديم لما ربنا اختار الشعب الاسرائيلي من ضمن شعوب الارض من وسط شعوب الارض وزي ما قال موسى في تسنية سبعة بيقول اياك قد اختار الرب الهك لتكون له شعبا اخص من جميع الشعوب الذين على وجه الارض وهذا الاختيار في العهد القديم كان اختيار من جهة حب الله ونعمة الله لهذا الشعب اللي اختاره واعتبر ان الشعب ده فعلا شعبه ولما بعت رسالة الفراعون قال له ان اسرائيل ابن البكر وقال له موسى انا قد رأيت ما زالت شعبي فحسب اوجاعهم وبعدين كملنا الكلام وقلنا في العهد الجديد جه ربنا يسوع المسيح وادانا او شرح لنا وعرفنا وورانا ابوة الله بصفة اوسع واعجب واعمق وكلمنا على الله باعتباره الاب السماوي وهو قال ان هو اخبرنا عن اسم الله زي ما قال للاب انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني في العالم في انجل القديس يحنى 17 6 وفي يحنى 17 26 قال عرفتهم اسمك ساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتاني به فانا عرفتهم اسمك عشان يتمتعوا بالحب الابوي اللي احب بيه الله الاب ابنه ربنا يسوع المسيح ربنا يسوع المسيح زي ما قلنا المرة الفاتت استخدم تعبيرات اساسية للتعبير عن ابو وط الله للمؤمنين استخدم كلمة ابوكم زي في مادة 6 14 ومادة 6 15 واستخدم تعبير ابوكم السماوي زي في مادة 6 26 وفي مادة 7 15 واستخدم تعبير ابوكم الذي في السماوات زي في مرقص 11 25 ومرقص 11 26 واستخدم تعبير ابوكم زي في لو 12 30 قال اما انتم فابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه في كتابات الاباء الرسل في كثير من الكلمات مستخدمة في كتاباتهم للتعبير عن ابو وط الله للمؤمنين فمثلا في تسالونيكي 3 11 يقول الله نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح وبعدين تسالونيكي 2 برضو 2 16 يقول ربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا فاخد تعبير ابونا او الله ابونا استخدامه القديس بوليسا الرسول ابو وط الله للمؤمنين في العهد الجديد دي معناها ان الله اختار من البشرية شعب خاص يتبناه ويبقى اولاده بصفة خاصة فهذا التبني هو على اساس اختيارهم لامانهم وقبلهم لخلاص الله في شخص المسيح فيعني ببساطة كده نقدر نقول ان الله اختارنا في شخص ربنا يسوع المسيح عشان نكون له اولاد بالتبني يعني نتبنى نعتبرنا ان احنا اولاده مش اولاده بالصفة العامة ان كل البشرية اولاده ولكن اولاده بالصفة اخص بالتبني لنا في شخص ربنا يسوع المسيح ولما نقول في شخص ربنا يسوع المسيح يعني نقول في قبولنا او من اجل قبولنا لشخص ربنا يسوع المسيح ومن اجل قبولنا للخلاص اللي عاد لنا الله في شخص المسيح وقبول زبحت الخلاصية من اجل هذا الله اختارنا في شخص المسيح عشان نكون أولاد لي بالتبني العجيب أن هذا الاختيار هو اختيار أزلي أزلي قبل تأسيس العالم يعني الحاجات بالنسبة لنا بتبقى أحداث مرتبطة بزمن وبتاريخ ولكن بالنسبة لله مفيش حاجة جديدة عليه فالله شايف كل الأمور ومدبر كل الأمور قبل تأسيس العالم فقبل تأسيس العالم حصل حاجة عني بقوي أن قبل تأسيس العالم الله اخترنا نبأ أولاده بالتبني ودي الحاجة الحلوة المفرحة اللي تفرحنا في هذا الصدد في آفاسس 1.5 يقول السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصرر نشيئته هنا دايما في رسال بولس الرسول فيها أسلوب شوية من الاختزال ففيه كلمات بتبقى مخفية أو مش واضحة ولكن المفهوم يعني اللي فاهم بولس الرسول وأسلوبه هيقدر يفهم إيه اللي وراء كلامنا فبيقول السبق مين اللي سبق يعني السبق الله الآب فعيننا عين مين عيننا احنا المؤمنين في شخص المسيح المؤمنين بيسوع المسيح السبق الآب فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه يعني لنفسه اللي هو الآب وانا طبعا لو حبينا نبقى برضو أكتر تدقيقها نقول بالروح القدس حسب مصرر نشيئته يعني ايه لان دي كانت فرحته ودي مصرر نشيئته ان هو يختارنا في شخص ربا يسوع المسيح قبل تأسيس العالم قبل تأسيس العالم هذا الخطير حصل زي ما نشوف بعد كده في آفاسس واحد في عدد اربعة فبيقول في آفاسس اثنين تمنتاشر السبق الآب فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصارة مشيئته دي في آفاسس واحد خمسة في اثنين تمنتاشر يقول لان به بشخص ربا يسوع المسيح لنا كلينا يعني احنا اليهود والامم قدوم من في روح واحد الى الآب ده معناه انه الله الآب اختار من الامم واختار من اليهود مجموعة من الناس في شخص المسيح قبل تأسيس العالم عشان يكونوا اولاده بالتبني وده اللي من اجل بولس الرسول سبح ربنا وحمد ربنا وقدم الشكر لله فبيقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبالعلوم قدامه في المحبة السبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصارة مشيئته لمتح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب الكلام ده سبب فرح كبير يعني الواحد قلبه بيتهزم من جوه لما يسمع هذا الكلام المبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح فبيقدم البركة لله الاب بيشكر الله الاب الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح الله الاب باركنا ادانا بركة كل بركات روحية سماوية ادانا في شخص المسيح من هذه البركات الروحية قال اختارنا فيه قبل تأسيس العالم اختارنا في شخص المسيح قبل تأسيس العالم اختارنا ليه عشان نكون اولاده بالتبني وأولاده حملين طبيعته حملين شكله حملين صرته لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة السبق فعياننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصارة مشيئته وكل ده لمتح مجد نعمته لمتح مجد نعمة الله الآب التي أنعم به علينا في المحبوب التي أنعم عليها بنا في شخص ربنا يسوع المسيح مبارك الله الآب مبارك الله الآب اللي اخترني لنفسه اخترني لمجده واختارك لنفسه واختارك لنفسه واختارك لمجده مش النهاردة ولا مبارح قبل تأسيس العالم في شخص ربنا يسوع المسيح لماتح مجد نعمته التي أنا عن بها علينا في المحبوب عشان قدر القديس يحنى بيكلم عن الأبوة دي في إنجيل القديس يحنى واحد في عدد 12 يقول أن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون بإسمه فكل اللي قبله الشخص ربا يسوع المسيح ويأمنوا به أعطاهم سلطان أعطاهم قوة أعطاهم نعمة أنهم يصيروا أولاد الله وبلس الرسول في كورنسس الثانية ستة تمنتاشر يقول أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول للرب القادر على كل شيء نحن دلوقتي بقينا أولاد الله وأولاد الله مش بالمفهوم العام مش أولاد الله من ضمن كل البشرية ولكن نحن أولاد الله بصفة خاصة لأنه اعتبرنا بالتواني أولاده في شخص ربنا يسوع المسيح الحاجة الحلوة كمان مش بس نحن نعرف أن نحن مختارين قبل تأسيس العالم في شخص ربنا يسوع المسيح ولكن أيضا لأنه أعملنا أولاده أعطانا من روحي القدوس فالمؤمنين بالمسيح يسوع أو المؤمنين في شخص ربنا يسوع المسيح مش بس فيهم نسمة الحياة من فم الله القدير ولكن فيهم أيضا أعطية الروح القدس وعمل الروح القدس ومسحة الروح القدس لأنهم أولاد الله وأعطاهم الله هذه العطية الخاصة جدا اللي مش بيديها غير لأولاده ففي رومية 8 في عدد 15-16 يقول إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا القاب كلمة أبا اللي هي في السعيد بنقولها يا أبا يعني يا أبونا يعني فبيقول إن إحنا خلنا روح التبني خلنا روح القدس روح التبني والروح التبني اللي فينا ده بيه إحنا نقدر نصرخ ونقول يا أبا القاب الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله إحنا بقينا أولاد الله بصفة خاصة وفينا الروح القدس مرة تانية قدس بولس الرسول بيأكد هذا المفهوم في إرسالته لغلطية في أصححة 4 في عدد 6 وعدد 7 يقول ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صار خنياء أبا القاب إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارس لله بالمسيح كلام كلام دسم جدا ومليان بالغنى مليان بال بالمعاني الروحية العميقة فبيقول بما أنكم أبناء لأن الله اعتبرنا أولاده بالتبني في شخص المسيح لما قبلنا أنه نبقى إحنا أولاده في شخص المسيح وطبعا ده حصل في معموديتنا أنه إحنا صرنا أولاد لي أرسل الله روح ابنه في قلوبنا والروح اللي في قلوبنا يصرخ يا أبا القاب يعني إيه الروح يصرخ يا أبا القاب اللي في قلوبنا يعني معناها أن أعماق الإنسان في أعماق الإنسان روح الله من جوه عمالي يصرخ يقول يا أبا القاب خل الإنسان من جوه عارف أنه ليه أب هو أبونا السماوي وبينجيه من جوه يقوله يا أبا القاب وسوته من جوه يقوله يا أبا القاب وبعد كده بيقول إذن لست بعد عبدا بل ابن فإذا احنا قلنا عن البشرية أنهم أولاد الله من جهة الخلق ومن جهة الرعاية العامة ولكن مع ذلك البشرية هم عبيد لله كل الناس عبيد لله ولكن في شخص المسيح في حاجة أكتر من كده أن الروح اللي جوانا مش بيخلينا نحس أننا عبيد لله بل يخلينا نحس إن احنا أولاد الله إذن لست بعد عبدا بل ابن فشوف هنا النقلة اللي احنا بلنتقل بيها بإيماننا في شخص ربنا يسوع المسيح طب هي تفرق إن أنا أبقى عبد أو أنا أبقى ابن طبعا تفرق تفرق لأن العبد لا يرس ولكن الابن يرس بس زين احنا وبنتكلم عن أبوة الله وعن بنويتنا ليه بالتبني وروح الله اللي فينا بيصرخ يا أب الأب احنا منتكلم عن حاجة أخرى تابعة ونتيجة كده إن احنا ورث لله بالمسيح أولي الآية دي تاني لأنها مهمة خالص ولذيذة خالص فقل فغلطي أربعة في عدد ستة وسمعة ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أب الأب إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارس لله بالمسيح فدلوقتي أنا بكتشف حاجة دلوقتي إن أنا مش إنسان عادي أو مش إنسان كل غناية هو غنى العالم ده لا ده أنا دلوقتي ابن لله بالتبني وأنا وارث لله في شخص المسيح أنا وارث في ملكوت الله وانت وارث في ملكوت الله وانت وارثة في ملكوت الله لو احنا كنا بالحقيقة أولاد الله في شخص المسيح وده طبعا مش كلامي او مش تأمل مني او حاجة زي كده ولكن ده اللي قاله قديس بولس الرسول في رمية 8 17 قال ان كنا اولاد فاننا ايضا ورسة ان كنا اولاد فاننا ورسة ايضا ورسة الله ووارسونا مع المسيح كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه فابوة الله للمؤمنين ليه حاجات يترتب عليها مهمة جدا ابوة الله للمؤمنين بالتبني معناه ان الروح القدس بقى فينا والروح القدس يصرخ فينا ويدينا القوة والنعمة ان احنا نطلب من الله القاب ونكلمه على انه ابونا ومش بس كده ان احنا يبقى فينا روح البنوة ان احنا نشعر ان الله فعلا ابونا ولكن نشعر ايضا ان احنا وارسون لله وارسون في مجد غنى الله وارسون في ملكوت الله مع يسوع المسيح ربنا فالام المسيح وموت المسيح وقيامة المسيح كان علشان احنا الله يقبلنا ان احنا نبقى اولاده بالتبني ولما يقبلنا ان احنا نبقى اولاده بالتبني يحل فينا بروح القدس ولما يحل فينا بروح القدس يجعلنا وارسين لله مع المسيح يسوع ربنا والمجد والغنى مش بس بينتهى على كده او بيقف عند هذا الحد بل اكتر من كده لان احنا سرنا اولاد الله ما يسمحش ان احنا ننتهي في الفساد ولكن الله حتى يفتدي اجسادنا زي ما الرب يسوع المسيح ابن الله قابل الموت الله يفتدي اجسادنا ايضا من الموت ويعطينا قيامة في شخص المسيح قيامة حقيقية وده اللي بنسميه فداء لا اجسادنا فتبني الله لنا له بعض مستقبلي هو انه صار لنا رجاء ايضا في فداء اجسادنا من الفساد والموت تبني الله لنا له اهمية في المستقبل ان ده مرتبط تمام بفداء اجسادنا وقيامتنا من الموت وحياتنا حياة ابدية لان احنا لو ما كناش اولاد الله بالتبني ما كانش هيبقى لنا حياة ابدية وشارك في ملكوت الله مع الشخص ربنا ننسوا عن المسيح ده اللي قاله قديس بولس الرسول في روميا 8 في عدد 23 ليس هذا فقط بال نحن الذين لنا باقورة الروح نحن ايضا نحن انفسنا ايضا ان في انفسنا متوقعين التبني في ده اجسادنا يعني تبني الله لنا ابوة الله لنا وجعلنا اولاد ليه بالتبني اعطتنا الروح القدس واعطتنا نصر وخلنا الله ابانا واعطتنا نصيف في مراسة الله واعطتنا ايضا ان نتوقع ويكون عندنا رجاء التبني في ده اجسادنا يعني في ده اجسادنا بالموت لاننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء لان ما ينظره احك كيف ارجوه ايضا فانا النهاردة لما ببص لله باعتباره ابويا وانت لما تبص لله باعتباره ابوك السماوي وانت لما تبص لله باعتباره ابوك السماوي احنا بنبص لله اللي جعلنا ليه اولاد واتبنانا ليه اولاد وبنات وحل فينا بروح القدوس اعطانا روح البنوة اعطانا ان احنا نصرخ يا الله الاب واعطانا ان احنا ننتظر ان احنا نقوم من الجسد من الموت بجسد ممجد مفدي ونعيش مع المسيح الى الابد عشان كده باستمرار ربا يا ساع المسيح بيقول لأولاد المؤمنين به قال لهم لما تصلوا تقولوا ابانا الذي في السماوات كل ما نعرف نصلي نفتكر ابوة الله لنا الله اللي اخترنا ليه ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك زي ما قالنا في انجل القدس له 11 اتنين متى صليتم قولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك تأتي ملكوتك نشكرك يا ربي على هذه البركة العظيمة اللي اعطيتها لنا في شخص ربنا يا ساع المسيح ونكمل المرة جاية بنعمة ربنا لإلهنا المجد الدائم إلى الابد آمين في العهد الجريد الرب يسوع علمنا عن ابوة الله واعلن عن اسم الله الله أصل الخليقة من جهة الخلق من جهة النشأ والوجود ربنا يسوع المسيح علمنا متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات واللي أنفاس وتزلزل الأساس القبل الله هو أبو ربنا يسوع المسيح بصفة فريدة من جهة الطبيعة والجوهر الله أبو المؤمنين بصفة خاصة من جهة الخلاص والتبني اشتركوا في القناة